أصدر التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم حوالى 50 دولة تقودهم الولايات المتحدة الأمريكية أصدر تقريرا مفصلا عن العمليات ضد التنظيم في سوريا والعراق على مدى العام الماضي وأوضح التقرير أن التنظيم خسر العديد من المناطق التي احتلها في البلدين فضلا عن فقده للعديد من قيادته ومسلحه تفاصيل أوفع عن التقرير السنوي للحرب على داعش في التقرير التالي بعد مرور عام على بدء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية ضد مسلح تنظيم داعش في المناطق المحتلة من سوريا والعراق أعلن التحالف في تقريره السنوي عن حصيلة نشاطاته خلال هذا العام مؤكدا أنه أحرز تقدما ملحوظا في حملته ففي سوريا أكد التقرير أن التنظيم فقد معظم المناطق التي كان يحتلها في الشمال السوري فضلا عن طرد مسلح تنظيم داعش من جميع المناطق المحاذية للحدود مع تركيا والمنتدة على طول نحو 800 كم مع عدى 150 كم لا تزال محتلة من قبل داعش أما في العراق فقد أورد التقرير أن التنظيم لم يعد قادرا على العمل بحرية في أكثر من 30% من المناطق المأهولة التي كان يحتلها وقد تم تحرير مدينة تكريت وبدأ المهجرون بالعودة بإعداد كبيرة إلى المدينة والمناطق المحيطة بها كما أشار التقرير إلى وجود 5000 مدرب ومستشار من 18 بلدا لتدريب القوات الحكومية العراقية وأبناء العشائر المساهمين في معركة تحرير الرمادي تمهيدا لعملية تحرير الموصل وإنهاء وجود داعش في المنطقة ولا تقتصر جهود التحالف الدولي ضد داعش على الأعمال العسكرية فحسب بل تشمل جهود مجموعات عمل مبتكرة تصب اهتمامها على منع تجنيد وسفر المقاتلين للانضمام إلى داعش فضلا عن مكافحة أعمال الابتزاز التي يقوم بها التنظيم وتكثيف الجهود لمنعه من تبيض الأموال في النظام المصرفي العالمي